احتضن مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الاحتفالية التي أقامها قطاع الحماية الاجتماعية للمفرج عنهم وتنفيذاً لقرار الرئيس السيسي فقد تم الإفراج عن 1270 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأطحى المبارك احتضن مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الاحتفالية التي أقامها قطاع الحماية المجتمعية للمفرج عنهم ممن استوفوا شروط العفو تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 297 لعام 2022 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأطحى المبارك قادر يكون إنسان جديد من حق وفرصة للحياة شعور جميل أن أنت طالع تحضر العيد مع أهلك وسط أسرتك شعور ليوصى أحب أشكر صدر الرئيس بهم نسبة العفو وعيد الأطحى وأننا نعيد مع أهلنا أقوله كل سنة وحضرتك طيب ودايماً كده مفرح قلبي كل الشعب المصر كله أشكر صدر الرئيس عبدالح السيسي مش بس على العفو لا كمان على الإنجازات الكثير أول إحنا شفناها في التلفزيون البلد بتتغير مشاريع كثير في كل حاجة في الطرق ككباري كمصانع كل حاجة في البلد تتغير 1270 نزيلاً تم الإفراج عنهم بالعفو الرئاسي وفقاً لما أصفرت عنه أعمال اللجان المشكلة لفحص ملفات النزلاء وتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو بعد أن تم تأهيلهم وفقاً لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل وتوفير سبل الرعاية المختلفة لهم اجتماعية وتعليمية وصحية ومعيشية وثقافية لضمان عودتهم للمجتمع أفراد صالحين أحب أشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحياة الكريمة اللي ما نحهلنا على كل شيء كويس عمله لنا بالنسبة لمركز الإصلاح وتأهيل واد النطرون للنسا حياة كريمة بمعنى الكلمة من كل شيء اتعلمت حرفة يدوية إن شاء اللهم أخرج هعمل مشروع وأشتغل بالحرفة اللي أنا تعلمتها هنا في مركز الإصلاح كل مجالات التصنيع أي حد معاه صنعه بيشتغل وتصنع في مركز الإصلاح وتأهيل بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل حاجة حلوة عمله لنا وإحنا هنا بنتعامل أحلى معاملة وبنتعلم جوة مركز فيه كل حاجة كويسة طبعاً فيه المركز التبدي على أعلى مستوى فيه فصول نحو أمية للي عايز يتعلم فيه فصول فيه ورش فيه تعليم مهن فيه الحاجة اللي أنت بتحب تشتغلها بره أنت بتلاقيها وبتشتغلها وبتعلم مجال جديد لحظات من الفرحة عاشها المفرج عنهم بعد أن فتحت أبواب مراكز الإصلاح والتأهيل لخروجهم إلى المجتمع سي ما طلحت لنا عيالنا يا رب الله يخليك يا بتاع يا سي 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 ما طلحت لنا عيالنا طرحة كبيرة لنا وعزة كبيرة أنه هو حيعايد في السنة وفص إخواته وفص أهله وبنشكر سيئة الرئيس على اللي هو عمله معينا وأنه هو طلع لنا أولادنا وفرحنا في العيد بيطلوحه وربنا يبرك لنا في الرئيس اللي يطلعوننا في يوم زي دوت يوم عيد يفرح معانا ويعيد معانا أصل الحكاية فكرة أنت فيها وهيبتد المشوار